وفعلا جايزة عن جدارة وعن استحقاق وخصوصا ان هي جات له بعد صبر اكتر من 13 سنة هو بيلعب مع ريال مدريد كمان فاز زميله في الفريق كورتوة الحارس البلجيكي بجائزة افضل حارس في العالم لعام 2022 دي كمان جايزة عن جدارة وعن استحقاق لان الحقيقة كان ليه دور مهم جدا في صعود ريال مدريد امام منشاستر سيتي بالتحديد في الدور قبل النهائي لدوري الابطال ده طبعا غير المباراة العظيمة اللي لعبها في النهائي امام ليفر بول واللي الحقيقة تقلق فيها جدا ووصل بالمناسبة عدد تصدياته الواحد وستين تصدي في دوري ابطال اوروبا يعني ده فريق لوحده يا حضرات بس الجايزة اللي فعلا خلتنا نستغرب هي فوز منشاستر سيتي بجايزة افضل نادي في العالم مع انه كسبان بطولة الدوري فقط لا غير تعالوا نبص بالنحة التانية في المقابل ريال مدريد كسبان دوري ودوري ابطال وسوفر شيء عجيب جدا